ولنا خلنا أرجع لفك المؤحمد الحاجة المؤحمد بتقول ياريت حضرتك توجه رسالة الأزواج لأنه يعني المعاملة بتتغير بعد بلوغ السن أو الزوجة سن الأربعين سنة وربما تكون الزوجة مريضة يعني بعفية شوية يعني بتتغير أو بتغير معاملة الزوج معها تقول له إيه الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا كما قال ربنا تبارك وتعالى وبعدين الكرآن وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قالوا المودة طب ليه إيه إيه فايدة ذكر الرحمة قالوا المودة تكون والمرأة قوية شديدة تستجيب لمطالب الرجل تقضي له حاجاته تسعده تتزين له ولكن قد تكبر المرأة في السن طيب هنا بقى ننتقل إلى الرحمة يبقى زي أنت تعرف إن مثلا نقول يعني يعني الواحد ما ياخدهاش لحم ويرميها عضو ما ينفعش هنا بننتقل إلى المعاملة الرحيمة المرأة دية أنت يعني كانت معك وكانت شابة وكانت يعني تحمل عنك يعني الهموم وكانت تسعدك في البيت ولكن جاء وقت ومرضت وتعبت مش معقولها نرميها لذلك أنا أذكر لك قصة جميلة جدا والله عندما قرأتها دمعة عيني بلا إرادة رجل تمانين سنة والزوجة ستة وسبعين سنة رجل أجنبي فذهب إلى الطبيب فالمهم كان دوره تأخر يعني يعني هو السادس أو السبع فدخل للطبيب فقال له أسرع والطبيب طبعا طبيب العيلة وزي ما أعرف يعني فقال له أسرع فاليوم هو عيد ميلاد زوجتي فهو عارف الزوجة فين فقال له يعني الزوجة عندها زهايمر ولا تدري شيئا عن من حولها ده مش عارف حد أصلا فهو رد عليه قال ولكني أعرفها يا سلام شوف ولكني أعرفها هي خلاص وصلت إلى مرحلة الخرف لا تعرفك ولكن أنت تعرفها تعرفها دي أنت تعرف فكرتني بقى يتذكر شبابها يتذكر نهوضها معه يتذكر تزيينها له يتذكر قيامها ماذا كانت تفعل لأجلي ماذا كانت تفعل له ده يعني مش عايز أقولك فأدي إيه يشوف الإحساس الجميل ولكني أعرفها فعايزين نقول لكل الأزواج إذا ما كبرت المرأة وتعبت الله يكرمك تذكر هذه العبارة وقل ولكني أعرفها ربنا يرحمنا جميعا ترجمة نانسي قنقر